ترجمة نانسي قنقر 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 جيجر مولر تيوب أو أنبوبة جيجر أو أنبوبة جيجر مولر يعبر عن استوانة من كوندكتينج متل من مادة موصلة استوانة من مادة موصلة تعمل ككثود أو كقضب سالب في منتصفها تماما يوجد ويا يعمل كأنود أو كقضب موجب في خلفية هذه الاستوانة مادة عزلة تماما يخرج منها الكو أجزيل كابل وبداخل الاستوانة غاز خامل ميكسيد ويز أورجانيك فيبر وفي مقدمة الاستوانة توجد مادة مثل المايكا أو المايكا مثلا وذلك لنفاذ زيت لتعمل على نفاذ زيت أشاء جسيمات ألف عند دخول الجسيمات التي تعمل على تأين جزيئات الغاز زرات الغاز تعمل على تأين زرات الغاز مما يؤدي إلى حدوث نبضة كهربية بداخل أو بين قطبي الكثود والأنود وذلك بعد تطبيق فرق جهد مناسب بين الكثود والأنود هذه النبضة يمكن للكاونتر أن يعدها وذلك بعد مرور هذه النبضة عبر مقاومة موجودة بين الكثود والأنود وبإذن الكاونتر أو الإلكتروميتر يمكن أن يعد الإنينزينج رادييشن من طريق عد البالس أو النبضات المتكونة في فرق الجهد بين الكثود والأنود الريت أوف كونتنج اللي هو نرمز بالرمز أو الكاونتنج ريت هو عبارة عن التوتل نمبر أوف كاونتس عدد العدات عدد أو العدات اللي تظهر على الكاونتر أو الكاونتر على الطايم أوف كاونتنج على زمن العد يبقى إذن دا كاونتنج ريت أو معدن العد وعبارة عن عدد العدات بالنسبة لزمن العد لحساب التنويشن كوفيشنت أوف ميتل اللي بنجملزه بالرمز ميو ننفرض أن رادييشن بشدة مقدرها آي سقطت على مادة ماصة لردييشن هذه المادة لها سيكنس دلتا إكس فقد وجد أن مقدار الفقد في الانتنستي أو الفرق ما بين الشعاع الساقط على المادة الماصة والأبسوربينج ميديوم والشعاع الخارج منها اللي هو عبارة عن الفرق ما بين الشعاعين عبارة عن دلتا آي يتناسب تناسبا طرديا مع مقدار الآي مقدار الشعاع الساقط والدلتا إكس مقدار سمك هذه المادة أي أن دلتا آي تساوي ميو آي في دلتا إكس حيث ميو هي عبارة عن الاتنويشن كوفيشنت أو معامل التوهين لهذه المادة وبفرد أن الدلتا إكس صغيرة جدا فأنه بتكامل المعادلة واحد نحصل على آي تساوي آي نوت إكس ميو إكس حيث آي نوت هي عبارة عن الإنسدانس رادييشن أو الموجة أو الأشعة الساقطة الأولية وبالتالي المعادلة اتنين يمكن كتابتها أو أخذ لين للطرفين فالمعادلة اتنين يمكن كتابتها على الصورة لين آي تساوي لين آي نوت ناقص ميو إكس بأخذ علاقة بيانية ما بين الإكس على محور الإكس واللين آي على محور الآي نحصل على خط مستقيم له ميل سالب يساوي ميو يبقى إذن بأخذ العلاقة بين إكس على محور إكس ولين آي على محور واي نحصل على خط مستقيم له ميل ميله يساوي ميو أو الأتنينيشن كوفيشن البروسيدور أو الخطوات نقوم أولا باختيار جهد تشغيل مناسب بالنسبة لجهد التشغيل يختلف من أنبوبة لأخرى على حسب نوع الغاز وعلى حسب الأبعاد الهندسية للأنبوبة وعلى حسب عوامل أخرى ونختار زمن التشغيل ولكن دقيقتين ثم نضع باستخدام الفورسيبس نضع مصدر المشاع في الهولدر أسفل جيجر ملغ تيو ثم نشغل الجهاز لنحصل على قيمة i-note لمدة دقيقتين لنحصل على قيمة i-note وذلك بقياس بتشغيل الجهاز بدون وضع sheet بدون وضع sheet من المعدن ثلاث مرات ونحسب الأفريج باليو نحصل على قيمة i-note بعد حساب قيمة i-note نضع شريحة من المعدن ولكن نختار أربع شرائح من المعدن الألمونيوم الموضحة سمكها أو يمكن أن نستخدم الverner caliper أو الميكرو متر لإيجاد سمك الشريحة نضع الشريحة زات سمك مقداره 25 ممية ميلي نضع الشريحة فوق المصدر المشاع بين الديتكتور والمصدر المشاع في رف معين أو في مكان معين وفي كل مرة نضع الشريحة في نفس هذا المكان عند تغيير الشريحة نضعها في هذا المكان حتى تكون القراءات متناسبة نسجل قيمة نسجل في جدول قيمة thickness قيمة سمك الشريحة ونحسب الcount أو number of counts لمدة دقيقتين نكرر هذا الأمر لنفس الشريحة ثلاث مرات ثم نحسب الcount rate اللي هو عبارة عن الcount على الزمن بالثواني يعني number of count على 120 ثانية لكل مرة ثم نحسب average count rate اللي هو الاي ثم نحسب قيمة اللين اي نكرر هذا الأمر لعدة شريح مختلفة وفي كل مرة نحسب اللين اي بنفس الطريق ثم نوجد أو نرسم العلاقة البيانية بين lin i على محور ال y وال x على وال thickness اللي هو عبارة عن ال x على محور x لنوجد قيمة ال attenuation في المرة في المرة الأولى نحسب قيمة ال attenuation لشرائح لأربع شرائح من الألمونيوم أو أكثر أو أكثر من أربع شرائح نحسب الميو للألمونيوم نكرر هذا الأمر مرة أخرى لشرائح أو عدة شرائح من البيبي أو الرصاص ثم نوجد علاقة بين الزد والميو نوجد علاقة بين الزد والميو بالتأكيد كلما زادت قيمة الزد كلما زادت قيمة ال attenuation coefficient أو زادت قيمة توهين الشعاع أو قيمة قيمة الشعاع النتج لتحقيق قانون التربع العكسي للنشاط الاشعاعي نضع المصدر المشاع على مسافة 1 سنطي من التكتور في الرف الأول في السوركس شامبر هي تمثل قيمة Y نسجل النتيجة في جدول نوجد قيمة نكتب قيمة Y بالمتر ثم نحول ثم نوجد قيمة 1 على Y ثم نوجد number of count بتشغيل الجهاز نوجد نوجد قيمة number of count in 2 minutes أو 120 سنية نكرر هذه الخطوة ثلاث مرات لنفس الارتفاع Y ثم نوجد قيمة ال count rate في كل مرة ثم نوجد قيمة average count rate R نغير من وضع أو من مكان السورس على بعد 2 سنتي أو في الرف رقم 2 نسجل قيمة Y 2 سنتي أو 2 من 100 نوجد قيمة 1 على Y ثم نسجل count number of count لمدة دقيقتين أو 120 سنية نكرر العد ثلاث مرات وفي كل مرة نسجل القراءة عند نفس الارتفاع Y ثم نوجد count rate number أو R وهو عبارة عن number of count على 120 ثم نوجد قيمة average count rate نكرر هذا الأمر عند ارتفاعات مختلفة أو عند مسافات مختلفة بين المصدر والتتكتر وفي كل مرة نحسب قيمة Y وواحد على Y والnumber of count in 2 minutes والcount rate والaverage count نكرر هذا الأمر عدة مرات ثم نوجد أو نرسم العلاقة بين average count والواحد على Y أو الواحد على distance ما بين source و detector لنحصل على خط مستقيم يوضح العلاقة بين أو يوضح أو يحقق قانون التربيع العكسي للنشاط إلى شعر شكرا ترجمة نانسي قنقر